موسيقى الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أقيمت بيزونجبار بمحافظة أبيان ندوة علمية حول دور الإعلام في صناعة السلام ودعم جهود التامية بمحافظة أبيان والتي نظمها مركز أبيان الإعلامي بمشاركة 30 إعلامية من مديريات الدلتا والمنطقة الوسطى وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد ووكيل المحافظة أحمد ناصر الجرفوش وعدد من مدراء العموم وفي الندوة أشهد الأمين العام بيهود مركز أبيان الإعلامي لتنظيمه هذه الندوة والتي تضع الإعلاميين أمام واجباتهم تجاه محافظتهم في دعم التنمية ونشر ثقافة المحبة والسلام آملا أن تشمل مثل هذه الندوات مختلف مديريات المحافظة فيما أكد مدير عام الإعلام بياسر باعزب على أهمية قيام مثل هذه الندوات والورش من أجل تثقيف الإعلاميين وحثهم على القيام بدورهم في دعم جهود التنمية ونشر السلام وفقا ومفاهيم وأسس علمية متعارف عليها فيما أكد الصحفي علي منصور مقراط على أهمية التأخي ومد جسور المحبة بين الزملاء الإعلاميين ورفض ثقافة الكراهية لأن عكس ذلك على روح العمل الواحد ويحقق مبتغاه لدعم التنمية والسلام بمحافظة أبيان بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة كرمت مؤسسة رؤية المستقبل من العام لمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ضمن القيادات الناجحة في العمل على مستوى المحافظة وأشرت رئيسة المؤسسة فلسطين بركات إلى الدور الكبير الذي يقدمه الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة في تعزيز العمل الاجتماعي والخيري والترموي والدفع بتشجيع الشباب نحو النهوض لتطوير المحافظة في جانب التدريب والتأهيل المهني والفرص الاستثمارية بالمحافظة من جانبه ألقى الأمين العام كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير لمؤسس رؤية المستقبل على ما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة المجتمع وتنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في انتشار الوضع الإنساني والخدمي متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم القادمة في تنفيذ العديد من المشاريع افتتح حواكد وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة لوار روكن محمد مساعد الأمير ومدير عام الشرطة العاصمة المؤقتة عدن لوار روكن المطهر الشعيبي افتتح دورتين تدريبيتين في مجال الاتجار بالبشر ومصائد الأسماك غير القانونية ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر التابع للأنتربول الدولي والذي يستهدف ستة دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتهدف الدورتين إلى إكساب المتدربين من مختلف الوحدات العاملة في مجال ضبط ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر ومصلحة خفر السواحل والجمارك والجوازات والبحث الجنائي وأمن المنافذ بمعلومات ومعارف حول الاتجار بالبشر والاستياد غير القانوني للأسماك والأحياء البحرية وسبل ضبط الجريمة في البحار والسواحل والموانئ وتعزيز القدرات في المهام اليومية وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والإقليمي وأشاد الوكيل الأمير بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب مثمنا جهود الجهات المانحة والإدارة العامة للتعاون الدولي والإنتربول في تدريب الكوادر الأمنية في بلادنا وبناء قدراتها لما من شأنه رفع مستوى الأداء في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالبشر نظمت السلطة المحلية بمدرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عادا حفلا تكريمية لعمال النظافة المبرزين خلال الربع الأول من العام الجهري وفي الحفلة كدى مدير عام المنصورة أحمد علي الدوود أهمية تكريم عمال النظافة المتفانين في أداء عملهم تقديرا للجهود المبذولة في القيام بحملات نظافة ورفع الأترباء المتراكمة من شوارع وأحياء مناطق المديرية والذي نفذها صندوق النظافة والتحسين بالعاصمة مؤخرا فيما ثمن المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بعدا المهندس قائد أنعم تمنى جهود قيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة في تحسين منظومة النظافة من خلال دعمها لكافة أنشطة النظافة وأعمال التحسين دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية المخى بمحافظة تعز بإشرافي ومتابعة السلطة المحلية بالمديرية المراكز الصيفية في الساحل الغربي تفاصيل في تقرير الزميلة نعائم خالد قد مدير عام المجلس المحلي بمديرية المخى باسم الزريقي إلى أهمية وجود مراكز صيفية للمكتب الأوقاف والإرشاد في الساحل الغربي للاهتمام بالشباب والنشئ وغرس القيم والمبادئ السوية جاء ذلك خلال افتتاح المراكز الصيفية النموذجي في المخى ضمن المراكز المتعددة التابعة للأوقاف والإرشاد وإشراف السلطة المحلية بمديرية المخى وبحضور صادق شلي والعديد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية اليوم نفتتح هذا المركز الصيفي لعدد 50 طالب و50 طالبة وهذا المركز الصيفي طبعا يعمل على حماية الأطفال من التشردهم والعقائد الضالة وما يسعى إليه الحوثيين نحن نحسن أبناءنا الطلاب والطلبة بالأفكار الصحيحة والعقائد السليمة نتمنى من مكتب الأوقاف والإرشاد الاهتمام الأكبر بهذه النشو الشباب وكذلك من مكتب التربية والتعليم القيام بواقبته في تحصين الشباب والشابات وكما أشار شيهب هزاع البركاني مدير الأوقاف والإرشاد بمديرية المخى إلى أن المراكز الصيفية في الساحل الغربي تتمحور حول العديد من الأنشطة في سقل الشباب في البناء والتنمية والحياة من مدينة المخى التاريخية ندشن المراكز الصيفية برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة الذي عمل جاهدا على استعادة دور الوزارة ومن هذه الأدوار إعادة المراكز الصيفية التي كانت تقام في السنوات السابقة كثيرة هي المراكز الصيفية التي ترعاه وزارة الأوقاف الشيخ في هذا العام وقد اعتمد مركزا صيفيا نموذجيا في المخى اسوة ببقية المحافظات كذلك إلى عددا من المراكز الصيفية التي ستقام في المساجد هناك أثر من عشرين مركزا وقد تشمل أيضا مديرية الساحل الغربي بشكل عام بالإضافة إلى مركز نموذجي في الحديدة وغيرها هذا بالنسبة للساحل يقيم مكتب العقاف والإرشاد بالمخى المركز الصيفي نموذجي جزء ليتجزى من أجل تهديب شبابنا وإيجاد مساحة آمنة لشبابنا من أجل الحياة نعايم خالد قناة عدن القضايا تعز دشنا مدير عام مكتب الأشغال بمحافظة عدن المهندس وليد صراري أعمال سفلتة مشروع عدد تأهيل الخط الرابط بين جولة بدر والخط البحري والذي تقوم السلطة المحلية بتمويله وإشراف مكتب الأشغال بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة ابن الوالي للمقاولات وطلع صراري خلال تفقده خط المشروع البالغ طوله ثمانمائة وخمسين مترا طوليا على الخطوات التي قامت بها الفراق الفنية منفذة للمشروع والإجراءات الفنية التي صاحبت التنفيذ وأكد الصراري على الجهات الإشرافية بمكتب الأشغال والمؤسسة المنفذة سرعة إنجاز العمل ووفق المواصفات المشترطة في اتفاقية التنفيذ يشار إلى أن إنجاز هذا الخط سيسهم في تخفيف في الزحام وانسيابية الحركة المرورية جرت بمدينة المكلة انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضر موت لاختيار قيادة جديدة لفرع اتحاد الساحل بإشراف الاتحاد العام للإعلام الرياضي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الفرع وأسفرت عن انتخاب بفادي حقان رئيسا لاتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضر موت وأشرف سالم فرحان أمينا عاما وأشار مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضر موت حسن مسجدي إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع في تشكيل قيادة جديدة بالساحل تسهم في النهوض بواقع الإعلام الرياضي بالمحافظة بدوره أكد دكتور جميل طربوش رئيس الاتحاد العام للإعلام الرياضي أن قيادة الاتحاد استكملت تشكيل الفروع في المحافظات في خطوة نيابية في مسيرة الاتحاد العام وصلنا لنهاية الأخبار المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله اشتركوا في القناة